شكرا شاذكي ومشاهدين أهلا بكم من جديد بكل تأكيد مستميرنا معكم في هذه الحلقة الخاصة حول الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة ورحب مرة أخرى بالدكتور أحمد الصبح دكتور نريد أن أخصص أكثر في هذا الحديث للوجه الحضاري الثقافي لثلسطين ما قبل النكبة وكنت قد أشار قبل قليل بأن هذه المعلومات قد غيبت ممكن لفترات طويلة عن المجتمعات المختلفة عن الشعوب المختلفة مهم التركيز عليها في إطار ما حل بفلسطين شعب وأرض وقضية لا شك بأن رواية المنتصر الذي استطاع أن يبني وطنا من لا شيء وأن يكرس لفترة بأن أرض بلا شعب لشعب بلا أرض مرت علينا فترة ما بعد النكبة كان من الصعب أن تصل رسالتنا ولكن التاريخ لا ينسى والتاريخ مسجل مثلاً عندما تم سك الانتداب البريطاني على فلسطين من عصبة الأمم عام 1922 من الجدير بالملاحظة أن نتذكر وأن نذكر أستاذ المشاهدين أن هذا الانتداب كان يجبر قوة الانتداب البريطانية على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب اللي حولنا يعني الانتداب الفرنسي على سوريا انتهى عام 1943 وعلى لبنان وصار في استقلال وعلى شرق الأردن عام 1946 إنما الانتداب البريطاني بفلسطين مش بس لم يمكن شعبنا من أن يصبح أسوة بشعوب المنطقة والشعوب العربية إنما كانوا يريدوا من الانتداب أن يطبقوا من خلاله وعد بالفور وأن يحرموا الشعب الفلسطيني ليس فقط من حقه في إقامة دولته وتقرير مصيره إنما تسليم أرضه ومقدراته للمشروع السهيوني الجديد لكن نذكر نذكر احنا كنا مصدرين أساسين للحمضيات في ذلك الوقت برتقال يافا كان يشاهد في الأسواق الأوروبية وكان على كل برتقال مكتوب في العشرينات إنه هذه من يافا لم تكن هذه إنشاء من إسرائيل الدولة إنه يكتبوا عليها جافا لا كان تصدر كان طلابنا في الجامعات البريطانية والأمريكية قد وصلوا الجامعة الأمريكية ذهبوا ودرسوا بها بالعشرينات من القرن الماضي ترجمة نانسي قنقر